اكد الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ان ايران ما زالت ترفض تعايش مع محيطها الاقليمي وفقا لقواعد القانون الدولي التي تدعو لاحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها جاء ذلك خلال كلمة القاها رئيس مجلس امناء مركز دراسات في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي نظمها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع مظلة التجمع الاوروبي لمكافحة التطرف والارهاب بعنوان الدور الايراني في منطقة الخليج العربي خلفياته مخاطره ومستقبله واضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد ان استهداف المنشآت النفطية لشركة ارامكو في المملكة العربية السعودية واستهداف بعض المنشآت الحيوية لم يكن سوى مؤشرات وادلة على مضامين السياسة الايرانية تجاه دول الخليج العربي التي لا تراعي حسن الجوار وتعرض امن المنطقة للخطر واشار الى ان كل المبادرات التي طرحتها ايران ذات مضمون واحد تنطوي على التدخل في شؤون دول المنطقة ولفت الانتباه الانتهاج ايران سياسة الغموض بشأن برامجها النووية عبر اثارة الازبات مع مسؤولي وكالة الطاقة الذرية مما يؤكد مخاوف دول الخليج العربي بشأن تلك البرامج وتأثيرها على تكريس الخللي في موازين القوى اضافة الى مخاطرها البيئية لاحتمال حدوث تسربات اشعاعية من خلال المفاعلات النووية الايرانية وحذر من التهديدات الايرانية عبر توظيف الازمات الاقليمية التي سيكون لها تداعيات على المنطقة ليس فقط بالنسبة لامن دول الخليج العربي بل لمنظومة الامن الاقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر